أهلاً أعزائنا مشاهدينا في كل مكان أرحب بكم في يوم جديد والمسيح حي مش بس يوم الأحد في كل أيام الأسبوع هل خطر على بالك هذا السؤال ماذا لو لم يقم المسيح من بين الأموات شو ممكن يسير شو حالة العالم شو حالة المسيحية الكنيسة كيف العالم ممكن يكون اليوم وطبعاً هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي ممكن أن يواجهه الإنسان وبولس الرسول بيجاوب على هذا السؤال في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنتوس إصحاح 15 وهاي يمكن آخر مشكلة بهاي الرسالة بيتعامل معها اللي هي قيامة الأموات اللي بيربطها بقيامة يسوع المسيح طبعاً بالجسد كورنتوس الأولى إصحاح 15 ومن آية 12 ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إيمانكم ونوجد نحن أيضاً شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقومون لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطياكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضاً هلكوا إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين ماذا لو لم يقم الرب يسوع من بين الأموات عاوز أتكلم في عدة نقاط لكن قبل ما أسرد هذه النقاط بولوس في كورنتس الأولى صحاح 15 عم بعالج واحدة من أهم القضايا هي قيامة الأجساد يعني أو قيامة الأموات بالجسد وبيربطها بشكل مباشر بقيامة يسوع المسيح وهذا الربط مهم جداً أحبائي لأنه إذا ما في قيامة أموات ما في قيامة مسيح وإذا ما في قيامة المسيح هذا لا يعني أنه في قيامة الأموات في الجسد فإذن قيامة المؤمنين وقيامة يسوع المسيح يعني إما تثبتان مع بعض أو تسقطان فبولوس بيتكلم طبعاً لناس كلها عارفة عن هذا الموضوع بيبتدي يسرد عن موضوع وجوهر الإنجيل في بداية الإصحاح ولاحظ ما قال الرسول بولوس أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل اللي هو الأخبار الصارة الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون يعني هذا الإنجيل أو جوهر رسالة الإنجيل هو رسالة الخلاص فإذن الرسول بولوس يقول وبه أيضاً تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطيانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبعدين بيتكلم عن ظهورات المسيح ظهر لصفة للاثنى عشر ظهر دفعة واحدة لخمسمائة أخ وأغلبهم باقي وبعدين بيقول البعض من هؤلاء رقدوا وبعدين بيتكلم عن ظهوره ليعقوب ثم للرسل وآخر الكل بيظهر لشاول الترصوصة اللي هو كاتب الرسالة اللي هو أصغر جميع الرسل والله اتعامل معاه ودعا شاول الترصوصة وكأنه بشكل مستتر الرسول بولوس عم بيوبخ مؤمنين كورنتوس ومن ناحية تانية عم بقول طب كل التعليم اللي أنا درستكم إياه وعلمتكم إياه واللي بالواقع إنه كل الأساس وكل الجوهر مثل ما تكلم إنه يسوع المسيح مات حسب الكتب وأنه دفنه وأنه قام في اليوم التالت وبعدين الذي بشرتكم به وقبلتموه أيضا فبشكل مستتر أو مبطن بيعطي توبيغ ولكن كعادة بولوس الرسول اللي درس عند رجلي جمال إيل دارس الخلفية التفكير اليهودي في سرد الأحداث عدا عن دراسته في ترصوص في جامعة ترصوص بالفلسفة اليونانية استطاع أن يدمج إنه يبني أرضية من خلال تساؤلات أو علامات استفهام وبيبني سلة ملاحظة عدة مرات يقول إن 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 حتى يوصل للهدف الكامل وبعد كل هذه إن يقول أنه فعلا المسيح يسوع قام مثل ما ذكرت أحبائي أنه رسالة يسوع المسيح المسيح وهو على الأرض يعني مش معقول يحط كل الرهان على قيامته على حياته على خدمته على رسالته طب لماذا يجازف في هذا الموضوع إما أن يكون مخدوع ومخادع أو إما أن يكون في قناعة لا مجال لأي شك عنده القناعة الكاملة أنه سيقوم من الأموات ولماذا يضع كل رسالته بتصريحاته يعني إن لم يقم المسيح فالمسيحية ساقطة مع أنه ذكرت أنا عدة مرات ولادة يسوع المسيح لم يولد أي إنسان في هذا الوجود كولادة يسوع المسيح تتميم النبوات في حياة المسيح مش موجودة في أي شخص إنها معجزة معجزة الأرقام التم في شخص واحد حياة المسيح الأخلاقية فهو الكامل بلا خطية ماذا نقول عن تعليم يسوع المسيح ماذا نقول عن معجزات يسوع المسيح بيكفي إنه رسل التلاميذ يتكلم عن حياته عن ولادته عن معجزاته عن تعليمه عن أخلاقياته ولكن لو مات المسيح لربما مات شهيد وخلاص وانتهى الأمر على هذا الشيء فلماذا يجازف ولماذا إنصح التعبير طبعا يقام ولماذا بيحط كل الرهان على موضوع واحد من خلال تصريحاته وهو القيامة من بين الأموات فمثلا عدة مرات صرح في مرة بيتكلم عن تسمعون صوت ابن الإنسان يعني والقبور تتفتح مرة تانية بيقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام ومرة تانية بيقول يعني ما فيش آية ينان مثل مكان ينان في بطن الحوت ثلاث أيام هكذا يكون المسيح في بطن الأرض ويقوم بيتكلم عن قيامته عدة مرات من قيصرية فلبوس ابتدى يتكلم انه فعلا ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة صرف يتألم يصلب يموت ولكن يقوم في اليوم التالت حتى اليهود أدركوا المتدينين رؤساء اليهود طلبوا إذن من بلاطوس انه يحكم على الحجر اللي أمام القبر بالختم الروماني ويحط حرس روماني أمام هذا القبر لأنه سمعوا بيتكلم في هذا الموضوع فهل يجازف المسيح وهل يخدع نفسه ويخدع التلاميذ ألم يكون التلاميذ أزكيا وعارفين بالكتاب المقدس وبنبوات ماذا عن تعليم العهد القديم عن القيام ماذا تعليم عن تعليم العهد الجديد عن قيام يسوع المسيح ماذا عندما قال يسوع إن لم تقى حبت الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير ماذا عن تصريح المسيح عندما قال أنا هو القيام والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من آمن بي ولو مات فلن يموت إلى الأبد كل من آمن كل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد وقال لمرض أتؤمنين بهذا فإذن لماذا يجازف المسيح هو طبعاً بالنسبة لنا يمكن من السهل أنه نتكلم عن حياة المسيح المتفوقة فهل يوجد نبي في هذا الوجود تقارنه في يسوع المسيح وهل يوجد تعليم تستطيع من أي نبي أن تقارنه بالتعليم المسيح وهل توجد أخلاقيات عالية لأي نبي في هذا الوجود مثل يسوع المسيح فإذن أنت بتوافق معي مستحيل وهذا طبعاً صعب جداً أنه هذا الأمر يكون فإذن لو لم يقم يسوع المسيح يعني بتسقط طبعاً الأساسات للإيمان المسيحي لأن المسيحية كلها مرتكزة على القبر الفارغ وأن المسيح حي وأنه حي إلى أبد الآبدين كما قال عن نفسه برس الرسول بيكتب لكنيسة كورنتوس وكورنتوس طبعاً كانت في اليونان كورنتوس كان لما وحد بديش تم شخصي يقول له روح يا بعيد أنت شخص كورنتوسي لأنه كان فيها الخطي بكل أشكالها والدعارة ويكفي أن نقول أنه كان على الجبل في في طبعاً معبد كبير للإلهة أفردايت أفردايتوس إلهة الحب وكان في ألف مكرسة بيخدموا في هذا المعبد وهذه العبادة هي طبعاً أجسادة هنا مكرسات للدعارة ففي كثير آمنوا بيسوع المسيح من كنيسة الكورنتوسيين في منهم اليونانيين وفي منهم اليهود أيضاً فبولوس الرسول عم بحاول أنه يتكلم لهذه المجموعات هذه المجموعات أحبائي طبعاً يمكن فيها تناقضات كثيرة فبالنسبة لليونانيين اللي في كثير منهم كانوا بيتمتعوا بالفلسفة ما تسمى الثنائية أي أنهم لا يؤمنون بقيامة الجسد لأنه كل ما هو مادي فهو شر في جوهره فحاجة أن تكون يعني قيامة الأجساد بالنسبة لليونانيين بأمنوا أن النفس خالدة وأن النفس هي يعني الجسد أو النفس موضوعة في الجسد كسجن يعني كسجن وعندما يموت الجسد تنطلق النفس للهاوية لأي مكان بتذهب وخلاص ففكرة القيامة قيامة الأموات بالجسد مرفوضة كلياً بالنسبة لهذا النوع من الفلسفة اليونانية بتتذكروا بولوس في أعمال 17 لما كان بيتكلم ل اليونانيين كان بيتكلم في أريوباقوس وهناك يعني ابتدى يتكلم عن يسوع المسيح ولكن لما وصل لعند القيامة قيامة يسوع المسيح بالجسد احتقروا استهزئوا به لأنه بالنسبة لهم هاي مش يعني خارج عن المنطق اليوناني إنه النفس هي مسجونة في الجسد فتنطلق فلماذا تقوم في الجسد اللي هو مادي وكل ما هو مادي شر في جوهره هذا ما كانت تنادي به الثنائية والمشكلة التانية كان بتعامل مع يهود اللي من مذهب الصدقيين اوكي آمنوا في المسيح بس مش مستوعبين قيامة الأشساد لأنه أصلا الصدقيون لا يؤمنون بالملائكة اللي هي أرواح ولا يؤمنون بالأرواح ولا يؤمنون طبعا بالقيامة فإذا بالنسبة لهم التعليم هذا فبالتعنيف بسيط بشكل مستطر أنه بولوس عم بوصل رسالة يقول كيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات طبما هو العهد القديم علم عنها فأيوب 19 وفمزمور 16 وكمان في دانيال 12 وهكذا يعني فيه كمان آيات اللي هي بتتكلم من إله إبراهيم إصحاق وإسرائيل إله أحياء وليس إله أموات تعليم ربنا يسوع المسيح وكلماته في العهد الجديد وكانت موضوع الكرازة الرسولية يعني كل الكرازة سواء في سفر أعمال الرسل سواء في الرسائل جوهر الرسالة كلها أحبائي هي قيامة يسوع المسيح من الأموات فمثلا في إصحاح 2 يقول الرسول بطرس يسوع الناصري رجل قد تبرها لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأنه بيتكلم عن المسيح أنه رئيس الحياة ها بتشوف الآية في أعمال 3 آية 15 ورئيس القيامة من الأموال يعني أنه كان بيتضجروا الصدقيين والكهنة كله من تعليم شو كان التعليم؟ قيامة يسوع المسيح من الأموال فعم بيركز على هذا الموضوع فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام يعني بكلمات أخرى تعتبر كارثة تعتبر الرسالة المسيحية كازبة يعتبر الحجر الأساس والقلعة الحصينة اللي بتعتمد عليه المسيحية كلها مرفوضة أحبائي فإذن يعني إحنا حكينا أنه فعلا المسيح مات وقلنا أنه كان في براهين عديدة لقيامة المسيح وبيتكلم حتى في كورونتوس أنه ظهر أكثر من أكثر من 500 أخ وأغلبهم باقي يعني أبسط شغلة تعال جيب واحد يقول لا لا الكلام هذا مش مزبوط فإذن عم بيكتب الرسول أبولوس حتى يقنع قيامة الأجساد هي مرتبطة بقيامة المسيح لذا قيامة المسيح وقيامة المؤمنين تثبت مع بعض أو تسقط مع بعض مشان هيك هنا بيكتب أنه إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا لأنه الكرازي أو جوهر الإنجيل هو الخلاص هو الخلاص من خلال العمل الكامل موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات وإن لم يقم المسيح معناته نحن في الظلمة نحن في الموت هذا يقود إلى اليأس والضياع وعدم الرجاء فإذن كل رجاءنا كل تعليمنا كل كلماتنا بالضيع السدى لأنه وضع المسيح تصريحاته هي الأساس للمسيحية وهذا التصريح أنا هو القيامة والحياة أنا هو القيامة والحياة أنا هو الألف واليأ البداية والنهاية والحي إلى أبد الآبدين إخوتي وأخواتي لماذا يراهن المسيح ويجازف بكل التعليم وكل الحياة الحلوة بقيامته من الموت بالحقيقة تجسد المسيح هو لكي يأتي ويقوم من بين الأموات وهذا ما نقرأ أو حبائي في هذا الإصحاح فإذن عم بيكلم اليونانيين وعم بيكلم الصدقيين لكن من شرحه حط سند ودعمات قوية جداً ببرهان ساطع ودليل واضح بيتكلم فيها عن قيامة الأموات المرتبطة فعلياً قيامة الأشساد هي إنكار لحقيقة قيامة يسوع المسيح فإذن لماذا نبشر لماذا نكرز إذا أنكرنا قيامة الأشساد أو أنكرنا حقيقة قيامة يسوع المسيح وهنا حبائي بحط يعني النقطة الأولى إنه ربط قيامة إن لم تكن لاحظ فإن عدة مرات فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام شوف كيف يبني الدفاعيات كيف بحط الأرضية الصامدة القوية الثابتة على أساسات راسخة بيتكلم عن عدة أمور بيتكلم أولاً إن لم يقم المسيح باطلة كرازتنا يعني عقيمة عالفاضة إحنا بنتكلم لأنه أصلاً المسيح ما طلب من أتباعه يتكلم لا عن حياته ولا ولادته ولا تعليمه ولا معجزاته المسيحية غير ما هي الشرائع وتقوص وفرائد المسيحية هي شخص المسيح فإحنا فإحنا منتبع شخص يعني نحن في هذا الشخص اللي هو شخص المسيح فإذن ليه يعني كل الكلام فإذن باطلة كرازتنا وحط موضوع الكراز شيء أساسي لأنك في روميا عشرة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص هذا هو الخلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم تعترف يعترف به للخلاص فإذن هو اعتراف هو توبي هو إيمان هو وضع الثقة الكاملة في قيامة يسوع المسيح وإلا شو يعني شمعنا يعني أنه نكرز برسالة المسيح طالما أن المسيح مش حي فإذن باطلة كرازتنا نحن نكرز بالمسيح مصبوبا نحن نكرز بيسوع نحن نكرز بالقيامة نحن نكرز بالإنجيل نحن نكرز بالكلمة اكرز بالكلمة وهي الخلاص من خلال عمل يسوع المسيح الكامل شيء تاني بقول إن لم يكن المسيح قد قام باطل إيمانكم والإيمان اللي احنا منشاركك فيه لمبني على إنه القبر فارغ ويسوع حي كله باطل باطل الكرازة باطل إيمانكم يعني كلها خدعة كلها كذبة تبلورت وطبعا هذا استحالي يعني يمكن نتكلم يمكن في نظريات طلعت اللي بتحاول ترفض القيامة لكنها كلها أصلا مرفوضة من أساسها شيء ثالث بولوس كيهود بقول نوجد شهود زور بحسب سفر التثنية شهادة الزور هي جريمة كرة تستحق الرجل فكيف ليزهر لخمسمائة شخص والخمسمائة ممكن يكون شهود زور مع إنه الشهادة تكون مبنية على اثنين أو ثلاثة فإذن عم بسلسل أحداث يقول يعني بتكون بالواقع أنتم شهود زور ثم إن لم يكن المسيح قد قام فإذن أنتم بعد في خطاياكم فإذن كل فكرة الفداء موت المسيح لازم يكلل بقيامة المسيح الذي أسلمه من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا فإذن إن لم يكن المسيح قد قام إحنا بعدنا في خطيانا معناته لا يوجد فداء من الخطيئة بعدين بقول نكون أشقى جميع الناس تخيل الإنسان اللي عايش بالخطيئة وما بيعرف كيف يتخلص من خطيطه وما فيش حل ولا تحت ولا دياني تحت السماء ولا أي كتاب في هذا الوجود قدم العلاج للخطيئة على فكرة الكلام اللي بقوله إذا فيه إشي غلط ابعتلي قول لا فيه كتاب تاني بس أعطيني الدليل أعطيني الدليل فإذن إحنا نكون أشقى جميع الناس لأنه بالتسلسل عم نستمر بالكرازة بالمسيح الحي وواحدة من من أكبر البرهين هو تغيير التلاميذ جماعة ولا أي دكتور نفسان ممكن يعني ممكن يستوعبها جماعة موجودين في العلية حوالي كانوا 120 شخص انسكى بالروح القلس عليهم وبتشوفوا بطرس اللي كان خايف واللي كان بينكر المسيح وخايفين يتمسكوا من الرومان أو من اليهود بيطلع للهيكل وعم بيتكلم بجرأة بجهارة وثلاث تلاف نفس لدرج أنه أزعج الكهنة راحوا حطوهم بالسجن أجى الملاك طلعهم من السجن أجوا لما طلبوا يستجبوهم راح يشوفوا للسجن السجن مسكر والحراس موجدين لكن كانوا موجدين في الهيكل بيتكلموا بكل جرأة فراحوا جابوهم مرة تانية ولكن مش بعنف ولما استجوبوهم قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ورجعوا أنتوا بأيدي أثما صلبتم أنتوا اللي قمتوا في هذا العمل فإذا كان فيه ارتباك في اليهود كان فيه يعني موضوع خطير جدا هم أمام جماعة من التلاميذ كانوا مرعوبين الآن عم بيوبخوهن بسبب صلب يسوع المسيح فإذن معناته لا يوجد في دائم الخطيئة أنتم بعد في خطاياكم بعدين بيقول يعني بيكمل بيستمر يقول لا رجاء لنا يعني اللي رقدوا في المسيح هلكوا يعني كل الناس هاي اللي ماتت قبل المسيح ما هو ما فيش رجاء خلاص هلكوا يعني والمؤمنين اللي في العهل الجديد عم بيتكلموا عن القيامة فهم مدعاة المرثاء والمأساة عم بيتكلموا عن شيء مساكين يعني هي خدعة هي كذبة هي يعني باطلة تخيل تتصور فبيقول أنه الذين رقدوا في المسيح هلكوا وإحنا المؤمنين في المسيح خلاص يعني معتش في إلنا أمل ولا في أي شيء قيامة المؤمنين مع قيامة يسوع المسيح فعلا ثبتت مثل حجر أساس راسخ لا يتزعزع والنتيجة أن المسيح ما زال بغير الناس حتى يومنا هذا طب ما احنا ما شفناش قيامة يسوع ولا اشهدنا لكن الروح القدس الساكن فينا كيف بتفسر واحد بكون عايش في الظلمة واحد عايش في خطية واحد عايش في مأساة حياته بتتغير 180 درجة كيف هذا التغيير بتفسره لأنه في بركة من خلال عمل القيامة وهذه البركات أحبائي هي بركة غفران الخطايا بركة التبرير بركة الخلاص بركة الولاد الثاني ولدنا لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات بركة انسكاب الروح القدس على حياتنا يعني قيامة يسوع المسيحية ضمان قيامتنا وهو رجاءنا المبارك احنا ننتظر انه في يوم من الأيام يعني هذا اللي رح نقوم النفس مع الجسد رح يتحدو في القيامة من الأموات طبعا في جسد نراني جسد ممجد غير قابل للمرض او للألم او للعن او للموت خلاص جسد بيشبه جسد يسوع المسيح وهذا بيضمن تمجيدنا مع يسوع المسيح في السماء كل هذه البركات مش ممكن تتم الا من خلال يسوع المسيح فبيرجع الرسول بولوس وبيسأل ولكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامة اموات وان بيتكلم عن البرهين انه ان لم يكن قام المسيح ما فيش قيامة اموات بيكون باطلة كرازتنا باطل ايمانكم نوجد شهود زور انتم بعد في خطياكم اشقى جميع الناس لا رجاء لنا وهكذا لكن المسيح قام وهو حي وهو يقرأ على باب قلبك كل ما عليك انك تتجاوب ما في اي واحد في كل هذا الوجود مات وقام وظهر للتلاميذ واثبت انه حي ووعد يعني ما فيش كتاب يوعد بالحياة الابدية في الحاضر فليه بتجازف ليه بتقامر في ابديتك لانك معند بدكش تقرأ كلمة الله بدكش تتبع يسوع لانه اذا تبعت يسوع هذا النور رح يكشف الضلال والزور والتزييف طب ماذا مع ابديتك اليوم قوله يا رب انا يمكن كان ايماني ايمان سطحي او اصولي لكن انا مش بس يعني بدي امن انا اؤمن انك حي وقمت من الاموات واعترف بك الان انك ربي ومخلصي تعرف صليها بكلمات بسيطة قولي يا رب سامحني على خطيائي قولي انا اؤمن بصلبك وقيامتك صليها قولي يا رب انا بدعوك لحياتي بتوجك الملك والرب والسيد وبقبلك مخلص لحياتي اذا صليتها تأكد انه رب اعطاك حياة ابدية اعطاك ضمان ابدي واعطاك تأكيد الخلاص وكتب اسمك الان في سفر الحياة هو الذي قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا لا يقدر احد ان يخطفها من يدي الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة الابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة فماذا تؤمن هل تؤمن بنبي ميت ولا بتؤمن بشخص حي وعد بالحياة الابدية هذا القرار انت بتعمل اختار الحياة اليوم ورب رح يباركك ويبارك اسرتك بصلي في اسم الرب يسوع في قوة ونصرة قيامة المسيح انه الرب يقيمك اليوم من ثباتك ورب يشفي ضعفاتك ويشفي امراضك ورب يسيج حواليك ويحميك وتكون نسل مبارك وفعلا اشهد عن يسوع المسيح العالم بيحتاج يسمع رسالة الخلاص من فضلك تكلم عن يسوع المسيح لا تخجل لا تستحب يسوع المسيح واذا اعجبتك هالحلقة بحب اسمع منك واذا صليت من فضلك خبرنا الرب يباركك وانك تسير في نصرة قيامة يسوع المسيح المسيح قام حقا قام ونحن شهود لذلك ربنا يباركك اشتركوا في القناة